فكرت بعمل فيديو سريع لتوضيح بعض النقاط بخصوص التطور وربما أوضح بعض النقاط الغامضة في بعض مقاطع الفيديو السابقة عندما تذهب إلى متحف التاريخ الطبيعي وترى هذه رسمات التي يبدأونها بقرد بداي ويوضحون أنواع كائنات متتالية تظهر شكل من أشكال التطور على الأقل بعض أشكال التطور عندما تعلق الأمر بالمشي على القدمين تتواجب بالإنسان أنت تتخيل أن التطور هو نوع من العمليات التي تنتج أشياء أفضل وأفضل أنت تتخيل هذه الفكرة هذه فكرة العملية بمرور الوقت كل نوع لاحق سيكون أفضل من سابقه وأنا أريد أن أكون واضحة أن فكرة اللاحق أفضل من السابق ليس لها معنى في سياق التطور الطبيعي كل ما يهم هو ملاءمتك للبيئة المحيطة أو ما تستطيع أن تتكاثر في البيئة وهذا ليس له علاقة بفكرة الأفضل لذلك يفكر أحيانا أن بعض الناس في أن الخطوة التالية في تطور البشرية وهم يتخيلون بشر بأدنة كبيرة قادرة على تحريك الأشياء عن بعد وأنهم قادرين على الرؤية خلال الأشياء وما شابها هذه الأفكار وتتخيل أنها نوع من الناس الأكثر زكاءا ويمكننا أن نفعل كل هذه الأشياء ربما المرحلة التالية في التطور ستكون بطريقة أو بأخرى وستكون فوق طاقة البشر وأنا لا أعرف ما هي المرحلة التالية من التطور لكن مرحلة تالية لا أريد الخوض في هذا النقاش ولكن الفكرة هي أن هذا ليس صحيحا بضرورة حتى لو أخذت عدد سكان البشر الحالي والنجاح في التطور مختلف جدا من النجاح في تعريفنا الإجتماعي على سبيل المثال أعنا نقول أن لديك شخصين هذا الرجل هنا متأنق وحاصل على درجة الدكتوراه حاصل على الدكتوراه في الطب لديه الكثير من المال أعني كل ما يقول عنه المجتمع النجاح بسبب أنه أنهان شهادة الدكتوراه وارتاد مقاعد الدراسة لفترة طويلة وأيضا قرر بأنه لن ينجب أطفال أو يريد أن يكون مسؤولا جدا ينظر لعدد البشر الموجودين في عالمنا ووضع التكدس السكاني والأثار البيئي إذن لنفرد جدلا أن هذا الرجل وزوجته الطبيب الحاصل على درجة الدكتوراه لديهم الكثير من المال والشهادات وقد قضوا معظم وقتهم لأجل الدراسة وقد وافقا كلهما على إنجاب طفل واحد لنرى هنا هذه هي زوجته المتعلمة تقريبا ومن وجهة النظرين هي جدا ناجحة ومتفوقة هذان زوجان مسؤولان الآن لنفترض مجددا أنه يوجد شخص آخر هنا وهو تقريبا لنقول أنه غير عقل أو مجنون غير مسؤول كان ينجب طفلا تلو الآخر ومع الوقت أصبح عمره 30 عاما ولديه عشرة أبناء من عدة أمهات وربما بعض الأطفال اضطروا لأن يتبنوهم عائلة أخرى من يعلم كيف تسير حياة هذا الشخص أنا لا أريد الحكم عليها ولكن الفكرة القلية هنا هي في ذلك المجتمع سيكون وصف هذا الرجل بأنه قاله نجاحا ولكن من وجهة نظر مغيرة هذا الشخص كان أكثر كان أكثر نجاحا بكثير في الحقيقة وناس مثل هذا الرجل تردد الجينات لديه تزداد بشكل مهول مقارنة بجينات هؤلاء الأشخاص كمثال إذن عندما نتحدث عن الصحة واللياقة ليس مضروري أن نطلق عليها لياقة من وجهة النظر التي عادة ما نلجأ إليها أو نتخذها عادة في نظام تقييم في المجتمع هؤلاء الأشخاص تبدو ليقاتهم عالية وعقليتهم جيدة فقد يكونون كذلك من ناحية الجسدية ولكنهم لم يكونوا منتجين جيناتهم لم تتفوق على تردد الجينات عند هذه الفئة لقد نسيت الإحصاءات ولكن تقريبا 80% من الأسيويون يملكون جينات رجل واحد من أعوام قديمة تقريبا من فترة عام 1200 وهي غالبا ما تكون متأصلة من المحاربين المغول وكيفما يكون الأصل ستظهر لك نفس النتيجة وهي أغلب أظن ما ستجعلك أقرب إلي أنا لا أحاول الحكم على أحد الآن لكن أولئك البشر اغتصبوا ونهبوا مجتمعات بأكملها وقد حققوا نجاحا باهرا من وجهة نظر أخرى حتى لو اعتقدنا أن تصرفاتهم وأفعالهم تلك كانت همجية لذا أريد أن أوصل فكرة لا فائدة من تكرار هذه القضية إذا كانت هذه القضية التي وصفتها أخذت مجرها باستمرار إذن هذا النوع من البشر سيصبح أقل بكثير من ناحية التواجد في الجينات وهذا النوع الآخر ستكثر أكثر وأكثر في الجينات إذن المحاصلة النهائية هي نتوج شعب أكثر شراثة وآخر أقل مسئولية أريد أن واضح الآن أن التطور ليس مجرد تسلسل مضاعف بسببه وبالشكل بطيء نصبح أو أي كائن نصبح أفضل وأكثر ذكاء وحيوانا أكثر سرعة هذا يعتمد فقط على البيئة وعلى أي شيء تم اختياره أو شيء آخر أريد توضيحه بعض النقاط التي ذكرتها في هذا الفيديو يهتم بذكاء التصميم وفي هذا الفيديو مقصدي لم يكن نادي أجل المقارنة بين تصميم الذكاء والتطور إذن لديك إحداهما على هذا الجانب Evolution والآخر موجود على هذا الجانب Intelligent Design وأريد أن وضح هنا هذان المفهومان التطور هو حقيقة القاعدة لعلم الحياة الحديث أو إذا أردت نتعي كيف تصاب بالإنفلوانزا أو إذا أردت أن تفهم أكثر عن الجينات أو إذا أردت أن تفهم ما هي الوراثة والتطور هي النقطة البداية وهذا ليس كل شيء كل يوم كل سنة نحن نكتشف شيئا جديدا عن تفاصيل هذه العملية حسنا البشر ليسوا متأكدين من تلك التفاصيل حول حدوث النظرية عوامل أخرى يمكنها تسريع الوتيرة والإبطاء منها ولكن أريد أن أكون واضحة هنا هذا يفسر كل ملاحظاتنا أو دعني أفسرها بهذه الطريقة وكل ملاحظاتنا ونظريتنا في الحديث هذا يعكس التطور وهي أحد أكان وقواعد علم الأحياء الجديد وإذا جاء أحدهم اليوم ينكر هاتين النظريتين فهو في الواقع ينكر فهمنا لعلم الأحياء الحديث التصميم الذكي هو إيمان والنقطة التي أحاول إثباتها خلف عمل هذا الفيديو هي التوفيق ما بين الجماعات التي تفضل ارتباط النظريتين ليستطيعوا التوفيق بين إحداها شريطة عظم إنكار رقن علم الأحياء الحديث وعندما أتحدث عن التصميم بدلا من النظر إلى تصميم معين سواء كانت العين أو كائن دقيقة محدد أحاول أن أقول هنا أنه لا يوجد تصميم معين حتى لو كنا نتحدث عن العين البشرية لا يوجد تصميم واحد لكل عين البشر توجد احتمالات وأشكال لا نهائية لها إذن نحتاج لأن تكون تصميم ذكية وليس تصميما ذكيا عود لأقول أن الفكرة الرئيسية من هذا العمل هي إذا كنت تميل الإيمان بمصمم معين إذن كلما كانت أناقة التصميم على المستوى النظامي وهذا ما يسمى بالتطور أنا لا أحاول إثبات أن هناك مصمم من عدم تواجده أنا أحاول فقط القول إذا كنت ممن يؤمنون بهذا فهذا أكثر عمقا وأضيف مزيد من العدالة للمصمم الذي تؤمن به هذا ليس علما على الإطلاق التصميم ذكي هو الشكل من أشكال رفض كل نظريات علم الإحياء الحديث وهي ليست نظرية كما يقول بعض مناصريها هم فقط يحيطونها بمسميات علمية وهي لا يمكنك اختبار صحة التصميم الذكي إنه لا توجد معلومة واحدة يمكنها إثباته أو إنكره سواء كانت مصممة بواسطة نوع من الخالق هذه فقط جزئية إيمان ولكن اللي أريد أن أقلل من شأن أولئك الذين يؤمنون بهذا الأمر لأنها خرجت من معتقد وثيق جدا هدفي كان حقيقة للتوفيق بين هاتين النظريتين وإذا كنت تريد أن تؤمن بخالق لسبب ما فمن المستحسن أن تنظر إلى النظام العام بدلا من الشكل أو التصميم وهذه النقطة ما أردت أن أركز الحديث حولهما واحدة التطور والأخرى التصميم الذكي ولكنها لا تستحق تلك المناظرة فالتطور هي رقن أساسي من علم الحياة الحديث فهي فقط تنكر ذلك ليست مجرد نظرية يمكن إثباتها أو لا وأريد أن أوضح أن التطور ليس خطا مستقيما من التقدم في أذكاء الأبدي وخلق إنا تثير الإعجاب